مسارات جديدة رسمها منهج الكتل السياسية وما تغير في المزاج الشعبي حيال هذا التوجه وفرت للمتابع إمكانية تشخيص صعوبة التقاء نهاياتها في مشتركات وطنية آنية ومجلس النواب المعطل لن يستعد عافيته بسهولة ليبقى وزراء الإصلاح ذلك الحبر على الورق إلى أجل غير مسمى اتمادا على هذه القوى الموجودة داخل الحكم واللي طالب بالإصلاح الآن نفوذها غير حاسم نفوذ الحاسم الحالي لحد الآن بيد الكتل الكبير منتظرين كل من مرجعيته ايش راح توصيه وبعديا مو من صالح من يجتمعون لانه اذا اجتمعوا راح يغيرون مجبرين على التغيير وهم ما يردون يغيرون يردون يبقون المحاصصة الحالية فراح يتحججون وإلا بالدستور وبالقانون ما شارط عليهم إلا بالبرلمان يجتمعون ممكن يجتمعون بربيل ممكن يجتمعون بالسيمانية المعطيات الميدانية لواقع الخلاف والاختلاف قد تطرح وبشكل غير معلن رؤى جديدة تحاكي استبدال رئيس الوزراء حيدر العبادي في المرحلة المقبلة لكن العامل الخارجي يأخذ البرهان من التجارب وعلى ما يبدو أن تجربتهم مع العبادي هي الأنسب لإدارة أوضاع العراق طبقا لمتابعين العبادي والجبوري على المدى المنظور محتمل يبقون لكن التفاهمات قلت لك الوضع معقد منها صعب أن تقدر تقدر إلى أي مدى يبقون والصفقات القادمة مشروحة أن راح تصير لكن بشكل عام الوضع العام العراقي لازم ينتهي إلى حاله لأنه الصراع الدولي إرهابي على داخل البلد بالتأكيد سوف يبقى العبادي فهنا لك معطيات دولية تؤكد على ذلك بالنسبة للعب الأكبر أمريكا وإيران لا يريدون أي تغيير دراماتيك في العراق في الوقت الراحن الخريطة السياسية المقبلة في ظل صعوبة التكهنات وتعقد المشهد قد تفرض فيها وبنسبة مرتفعة رئاسة الوزراء بقيادة العبادي حتى انتهاء العمر المقرر للحكومة أما مجلس النواب وخلافاته فربما سينتقل بين أزمة وأخرى بإصلاحات ترقيعية على حد تعبير المختصين ياسر الحطاب قناة المدى بغداد